موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صاد الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية لكن نبدأ بعد هذا الفاصل أهلا بكم يشهد العراق أزمة غذائية كبيرة بدت واضحة بمعاناة شريحة واسعة من العراقيين في تأمين احتياجاتهم الغذائية الضرورية التي ارتفعت أسعارها إلى أكثر من الضعف بسبب الفساد المستشري في وزارة التجارة وسيطرت الأحزاب الفاسدة وميليشياتها عليها منذ 19 عاما فضلا عن تحكمها بصادرات وواردات العراق وسعيها في تدمير الزراعة والبصانع العراقية سجلت الأسواق المحلية صعودا غير مسبوق بأسعار بعض المواد الغذائية ما تسبب بموجة من القلق والمخاوف الشعبية من أن تواصل أسعار البضائع صعودها الجنوني في بلاد يعيش أكثر من ثلث سكانه أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية وسط مؤشرات ترجح أن تؤدي زيادة الأسعار وما يصاحبها من تدمر شعبي إلى انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لسياسات الحكومية حول هذا الموضوع نشر موقع الهيئانات تقريرا نستمع إلى جزء منه يرى خبراء اقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية السيئة ستضاعف نسبة الفقر في العراق ولا سيما مع ازدياد حالة تضخم الأسعار في السوق العراقية وثبات المدخولات للفرد ما يعني أن العراقيين سيزدادون فقرا بسبب غلاء المعيشة واستمرار حالة الكساد في الأسواق لافتين إلى أن تخبط السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي ساهم في الارتفاع المطلد لأسعار المواد الغذائية في وقت وصلت معدلات البطالة إلى مستويات مخيفة وأكد الخبراء أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية لمعالجة أزمة الغذاء ارتجالية وتعكس غياب الرؤية وانعدام الحلول الاستراتيجية ولا تحل مشكلات انفلات الأسواق وقوة المضاربين لغياب سلطة الدولة وأدواتها ولا تمنح أي ضمانات للأسواق التي ستبقى قنبلة موقوطة مضحين أن حتان التجارة المتنفذين والمرتبطين بأحزاب السلطة والميليشيات المسلحة يعتذرون بالأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها في رفع الأسعار لكن الحقيقة تخفي وراءها مضاربات بين هؤلاء التجار لرفع الأسعار وكسب المزيد من الأرباح في ظل رعف سياسة الرقابة يقول الكاتب ماجد زيدان في موقع كتابات أدركت بعض القوى السياسية متأخرة أن البلاد في حالة أزمة وأخرى تحاول تسييس هذه الأزمة وجميع الطبقة السياسية الحاكمة تحاول استغلالها كل منها بحسب غاياته وأهدافه وجني المكاسب منها ويرفض البحث في إيجاد الحلول لتأمين الغذاء ومتطلبات سير الاقتصاد الوطني على حدود معقولة تصون أموال الشعب من الهدر والتلاعب في ظل حالة الانسداد السياسي الواقع أن مشروع قانون الأمن الغذائي عبارة عن موازنة مصغرة للدولة ويتخطى لغرض الذي أعلن من أجله فهو بعد انكشاف الأمن الغذائي وعدم وجود احتياطي من الغذاء لمدة مناسبة كبقية الدول طرح المقترح ولكنه لم يقتصر على الغذاء والحاجات الأساسية وإنما تعداه إلى تنمية محدودة وأبواب مختلفة أثارت أطراف ضده بحقه ومن دونه واستخدامه مادة سياسية وقانونية في الصراع فيما بينها ونسيان المواطنين المبتلين بشحة قوة عيشهم وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بينهم مشروع القانون يخصص مبلغ 25 تريليون دينار لحكومة تصريف الأعمال غير أنه لا يحدد خطة تشريعية وشعبية للمراقبة لتبديد المخاوف من سوء التصرف والفساد بهذا المبلغ الكبير وربما سيزيد عن هذا الرقم المعلن بوجود فقرة تسمح بالاقتراض الداخلي والخارجي في الوقت الذي يقترب الدين من 100 تريليون دينار ولا مسؤول يعطي جوابا شافيا لماذا لا يتم تسديد جزء من هذا الدين من الفائض المالي النفطي الذي بلغ 20 مليار دولار إن توجه الإنفاق الأكبر في القانون نحو الاستيراد من الخارج ولا يولي الاهتمام المطلوب لتنمية الاكتفاء الذاتي من الغذاء المحلي وتطوير القطاع الزراعي والصناعي والسياحي لتفعيل المردودات الاقتصادية والاجتماعية على الانتاج لهذه الأموال الطائلة أي بلد أو حكومة يقتصر دورها على الاستيراد في تأمين الغذاء فإن ذلك استمرارا للعجز في توفيره ورهنه بالخارج والظروف السياسية بين الدول والتأثيرات الدولية على التجارة إن من شروط تحقيق الأمن الغذائي التمكن في الاعتماد على الذات وبناء القدرات على إنتاج نسبة عالية منه داخليا من خلال التنمية المستلزمات توفيره من الموارد المحلية والصحة في العمل على وفق المبدأ الشهير نأكل مما نزرع وليس مما نستورد وحول قضاء سنجر والتنظيمات الإرهابية الموجودة فيه كتب حاتم الفلاحي مقالا في موقع مركز راسام للدراسات جاء فيه النظام في العراق عاجز وغير قادر على إخراج تنظيم حزب العمال الكردستاني من أراضيه لأسباب كثيرة منها عدم وجود إرادة سياسية نافذة وبسبب التوازنات الداخلية وبسبب أيضا الدعم الخارجي لمقاتلي الحزب خاصة إيران والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدم قدرة القوات الحكومية على تنفيذ هذه المهمة يضاف إلى ذلك وجود تهديدات تصنف على أنها خطيرة على الأمن القومي العراقي وتأخذ أسبقية أولى مثل تنظيم الدولة بالإضافة إلى الفوضى السياسية التي تضرب جميع مفاصل الدولة العراقية بسبب الحراك الشعبي الرافض للأداء الحكومي للأحزاب السياسية التي دمرت العراق ونهبت خيراته وحولته لدولة فقيرة ومستباحة من قبل إيران والولايات المتحدة وتنظيمات المسلحة التي أصبحت أقوى من الدولة بحيث أصبح العراق غير قادر على الدفاع عن نفسه إن الضغوطات السياسية والحلول الوقتية أدت إلى وقف العملية العسكرية وبالتالي تم وقف تقدم القوات الحكومية إلى المعاقل الرئيسة لتواجد حزب العمال الكردستاني بعد أن نجحت فصائر مسلحة بإقناع مسلحي وحدات حماية السنجار وأيزيدي خان التابع لحزب العمال بالانسحاب إلى خارج المناطق السكنية والبقاء في أطراف السنجار مقابل وقف وضمان عدم ملاحقتهم بل والسماح لهم بدخول المدينة بدون سلاح وهذا يعني ستبقى قضية مسلحي الحزب قائمة وسيتم تأجيل وضع حل جدري لها بضغوطات خارجية مارستها إيران عن طريق أدواتها في العراق علما بأن القوات المتقدمة واجهت صعوبات تتعلق بوجود المدنيين وتحصن المسلحين في مناطق وعرة تساعد على حرب العصابات والقتالات الخاصة ومنها جبل سنجار كما أن هناك مقرات ومخازن عتاد وأنفاق تم حفرها في مناطق سيطرتهم تعيق تقدم القوات العسكرية في مناطق ما زالت تحت سيطرة قوات حزب العمال التي لا تزال تحتفظ بكل من خانصور وبشقابور وجبل سنجار والتي تعتبر معاقل رئيسة للحزب الأمر الآخر نقول بأن حكومة بغداد تتكلم عن مدينة سنجار ولكنها لا تتكلم عن وجود حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل ومتين وغيرها من المدن في عموم العراق أي أنها تطرح حلول مشتزئة تكتيكية وغير استراتيجية لذا فالقوات الأمنية قد تنجح في إخراج حزب العمال الكردستاني من مدينة سنجار إذ استمرت العملية العسكرية ولكنها من المؤكد لن تنهي خطر هذا التنظيم على الأمن القومي العراقي لتواجده في مناطق أخرى فالقوات الأمنية ليس لديها خطة استراتيجية مفصلة ودقيقة حول إنهاء التواجد العسكري لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق حول الوضع الداخلي في تركيا كتب اسماعيل ياشا مقالا في موقع عربي 21 جاء فيه المشاركة الشعبية الواسعة في مهرجان ذكرى فتح اسطنبول تشير إلى أن أحزاب تحالف الجمهور على رأسها حزب العدالة والتنمية بدأت تستعيد ثقتها وعافيتها بعد أن انتكست في الانتخابات المحلية الأخيرة في مدن كبيرة مثل اسطنبول والعاصمة أنقرة وكانت هناك انتقادات وجهت إلى رئيس فرع اسطنبول السابق لحزب العدالة والتنمية وكوادره خلاصتها أنهم لم يبذلوا جهودا كافية للفوز بالانتخابات المحلية المعارضة كانت تعاون على استمرار انتكاسة تحالف الجمهور في الانتخابات المحلية الأخيرة وتعظمها كما أنها كانت تقول منذ فترة أن الحكومة ستضطر لإجراء انتخابات مبكرة إلا أن كل تلك التنبؤات المسجلة بالصوت والصورة لم تتحقق ولا تبدو في الأفق أي علامة تشير إلى إجراء انتخابات قبل موعدها المقرر نجاح الحكومة التركية إلى حد كبير في تجاوز صدمة جائحة كورونا والهجمات الاقتصادية التي استهدفت الليرة التركية وعدم لجوئها إلى انتخابات مبكرة أربك حسابات المعارضة ودفعها للجوء إلى أساليب قدرة كالتحريض ضد اللاجئين بالإضافة إلى التخبط وتبني مواقف متناقضة كمعارضة حزب الشعم الجمهوري لتحويل أراضي مطار اسطنبول إلى حديقة عامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في صيف 2023 ما يعني أن هناك عاما كاملا أمام الحكومة لتحل بعض المشاكل التي يعاني منها المواطنون وإن نجحت الحكومة في حل مشكلة ارتفاع الأسعار وزادت رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين كي لا يتأثر سلبيا من التضخم فسينعكس ذلك بالتأكيد على صناديق الاقتراع لصالح تحالف الجمهور ووضع المعارضة الهش عامل آخر يساعد تحالف الجمهور على استعادة ثقته ولم يحظى جلوس رؤساء ستة أحزاب على الطاولة باهتمام كبير من المواطنين كما كانوا يتوقعون ويزداد الصناع شراسة بين الأسماء المطروحة لاختيار البرشح التوافقي للمعارضة في الانتخابات الرئاسية يقول الكاتب سر القدوة في صحيفة الدستور الأردنية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على رعاية ودعم المجموعات الإرهابية من المستوطنين وأيضا توفر لهم الغطاء القضائي ضمن منظومة العمل الإسرائيلي القائمة أساسا على دعم الاستطان وسرقة الأراضي الفلسطينية وخلال الأحداث الأخيرة والمتصاعدة وفرت حكومة التطرف القائمة حاليا برئاسة نفدالي بينت الحماية الكاملة للمستوطنين ومجموعاتهم الإرهابية وعملت على رعاية المجموعات المتطرفة وسمحت لها بإقامة بؤر انطلاق لعملياتهم الدموية ضد الفلسطينيين في عمق الضفة الغربية وداخل القدس المحتلة شكلت تلك المصالح المشتركة بين مختلف الأحزاب المتطرفة شكلت نموا متصاعدا داخل المجتمع الإسرائيلي ما وفر الفرص لأن تكون الحكومة الحالية حاضنة طبيعية لإرهاب الدولة المنظمة وللحقيقة إننا نقف أمام مشهد لا يمكن استيعابه لما جرى في القدس خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية فالقصة لم تكن مجرد مسيرة ويوم ممكن أن يمر بسلام ولكن كنا أمام مشهد مرعب بكل البقاييس ويعبر عن واقع العنصرية المتطرفة والهمجية القائمة عليها دولة الاحتلال وإرهاب المجموعات المتطرفة وما جرى في مسيرة الأعلام لا يمكن التغطية عليه فالغالبية العظمى من المشاركين في مسيرة الأعلام شاركوا في ترديد شعارات تدعو لموت العرب والدعوات إلى حرق القرى والأحياء الفلسطينية كما فعلوا سابقا مع عائلة دوابشة حيث قام المستوطنون بإشعال النيران والتسبب في حرق منزل العائلة الفلسطينية في قرية دومة تلك الوقائع الصعبة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة التي تمكنت بعض وسائل الإعلام من نقل جزء بسيط منها ليشاهده العالم ولكن تبقى الصورة الحقيقية وما يجري في المسجد الأقصى والأراضي الفلسطينية المحتلة من إرهاب وعنف وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وامتلكاتهم هي الأكثر دموية وتعبر عن وقائع الاحتلال وعنصريته ويجب على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إعادة تأكيد أن جميع المنظمات الإهودية المتطرفة يجب أن تكون على قوائم الإرهاب ولا يمكن استثناء تلك المجموعات التي تمارس الأعمال الخطيرة وتقود المنطقة إلى الانفجار والمجتمع الدولي والدول كافة مطالبة بسرعة التحرك واتخاذ قرار واضح لوضع المنظمات التابعة للمستوطنين على قوائم الإرهاب لديها ومنعها من دخول أراضيها والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها نشرت مجلة The Atlantic مقالا لأندرو إكسوم تسأل فيه عن المدى الذي سيذهب فيه الغرب لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وقال يبدو أننا وصلنا أعلى نقطة في التحالف لهزيمة القوات الروسية في أوكرانيا إلا أن العلاقة بين القيادة الأوكرانية ودعمها الغربيين ستتوتر في الأشهر المقبلة المسؤول هنا هي الألام الاقتصادية التي ستفاقمها الحرب ويقول أيضا الكاتب عندما سيدرس أولادنا وأحفادنا هذا النزاع فسيتعجبون من جرأة وسر وسرعة القوى الغربية أوروبا والولايات المتحدة لتعبئة الدعم العسكري إلى شعب الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي سيكون الضغط الاقتصادي وصعوبة الشعبوية في ذهن القادة الغربيين وهم يحاولون البحث عن طرق لمواصلة دعم الحرب التي ستترك آثارها وبشكل مستمر على اقتصاديات الدول الكبرى ولهذا السبب فالحوارات بين أوكرانيا وأنصارها في الخارج ستتسم مع تقدم العام بالصعوبة ولن تكون سهلة وستتعرض أوكرانيا لضغوط شديدة وليس من قبيل الصدفة أن يتحدث هنري كيسنجر عن تنازلات عن أراضي تسمح بخروج المشرف لبوتن من الحرب وحتى لو توقفت الحرب فجأة فلن توقف انزلاق الاقتصاد العالمي فحرب بوتن بالطبع لا علاقة لها بسياسة صفر تسامح التي طبقتها الصين لمواجهة كوفيد-19 إلا أن الحرب مثل بقية الحروب عادة ما تدهش المراقبين أكثر من دهشتهم لعمل الموانئ البحرية وستواصل الدول الغربية المقامرة طوال هذه الحرب وسينتهي شهر العسل الذي تمتع به قادة أوكرانيا مع الغرب قريبا وستكون روسيا سعيدة فيما تلاحظ الصدع بين أوكرانيا وداعمها ولكن على بوتن أن لا يشعر بالراحة مما يرى فالعقوبات التي تواجه بلده شديدة ولن تذهب سريعا وبعيدا عن إرسال الولايات المتحدة صواريخ طويلة المدى أو متوسطة لأوكرانيا كبأ أن خسارة الصفوف الوسط في الجيش الروسي تعطي فكرة عن جيش يعاني من عجز أعلن فريق طبي أمريكي عن إجرائه عملية الزرع هي الأولى من نوعها لأذن بشرية أنشئت من خلايا المريض المعالج باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد مشيرا إلى أن هذه التقنية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون عيبا خلقيا نادرا وجريت هذه العملية في إطار تجربة سريرية لتقييم مدى توفر السلامة في اللجوء إلى هذه الغرسة ودرجة فعليتها للأشخاص الذين يعانون صغر الأذن والذين لم تنموا أذنهم الخارجية بشكل صحيح تجرى العملية عن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض الأخرى النامية بالكامل ثم جمع خلايا غضاريف أذنه ثم استزراع هذه الغضاريف للحصول على كمية كافية منها ثم يقومون بخلطها مع هايدروجيل الكولوجين ويستخدم هذا الخليط لطباعة الزرع ويفترض بالأذن المزروعة أن توفر بمرور الوقت شكل أذن طبيعية من ناحية الملمس والمرونة الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم اشتركوا في القناة نلقاكم بإذن الله نلقاكم بإذن الله اشتركوا في القناة